في أكبر صفقة فساد في تاريخ الأوقاف العراقية 47 مليار دينار من أموال الوقف السني بددها رئيسه السابق وكالة سعد قنبش للشراء فندق بدرجة خمسة نجوم بالقلم الأحمر وقع قنبش صفقة فندق رمادة في أربيل ليعطي الضوء الأخضر للتعاقد على شراء الفندق المذكور ب47 مليار دينار عراقي فيما تبلغ قيمته الحقيقية بحسب مختصين 17 مليار دينار أي بفارق 30 مليار عن سعره الحقيقي وبحسب وثيقة الصفقة فإنها تظهر التزام الطرف الأول بدفع 8 مليار دينار عند توقيع العقد وتصديقه و30 مليار دينار عند تحويل الفندق والعالمة التجارية وتسعة مليار دينار بعد تحويل ملكية الفندق أصوليا كشف صفقة فندق رمادة ستفتح الباب أمام هيئة النزاهة للتحقيق بباقي صفقات الفساد التي نخرت ديوان الوقف السني في السنوات السابقة ومن أبرزها عقود صيانة المساجد والجوامع وتنظيفها بالإضافة إلى عقود صيانة سيارات الوقف السني التي أثارت ضجة كبيرة بسبب مبالغها الضخمة إلى جانب عقود طباعة المصحف الشريف بأرقام فلكية كما أن افتضاح صفقة فندق رمادة إشارة لبدء تطبيق خطوات الإصلاح الحقيقي التي بدأها رئيس ديوان الوقف الحالي الشيخ عبد الخالق العزاوي بعد تسلمه رئاسة الديوان